ما أكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن تلبية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لدعوة فخامة الرئيس التركي لزيارة جمهورية تركيا تعد دليلا على عمق الروابط الأخوية بين البلدين ومؤشرا على احترام المملكة للديمقراطية وتكريس دعائم الشرعية معالي رئيس مجلس الشورى أكد بأن زيارة العاهل المفدى تأتي بهدف مواجهة التحديات والأخطار المشتركة وتفعيل مجالات التعاون مشيرا معالي إلى أن العلاقة البحرينية التركية ستنطلق نحو أفاق جديدة من العمل المشترك إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية بما يدفع نحو ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشغيقين وأوضح الصالح بأن مجلس الشورى يؤكد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات مؤثمنا معالي المضامين التي حملتها زيارة العاهل المفدى والتي تعكس توجهات المملكة نحو احترام الديمقراطية واحترام الشرعية